أشهد الله إله إلا الله وعهده لا شريك له وأشهد أنه محمدًا وبدو رسوله أشهد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه كان عبد وإياه كان استعيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمنت عليهم غير المطوب عليهم مالك يوم الدين معدودا فمن كان منكم مريزا ولا سفر عدت من أيام نخر على الذين يطيقونه فدية ومسكين فمن تطوى خيرا فوى خيرا مالك يوم الدين تطوى خيرا فمن تطوى خيرا فمن تطوى خيرا مالك يوم الدين 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 سيبدأ هنا رمضان غدا بفضل الله تعالى وقد كتب الله صيام رمضان لرقينا الروحاني والآية الأولى التي تلوتها قال الله تعالى فيها بأن الصيام كتب عليكم لعلكم تتقون وما هي التقوى وما هي التقوى قال المسيح الموعود عليه السلام في شرحها المرد من التقوى أن يراعي الإنسان جميع أمانات الله والعهود الإيمانية ويراعي أيضا جميع أمانات المخلوق والعهود بقدر سطاعته أي يلتزم بأدق جوانبها بكل ما في وسعه أي يجب أن يؤدي الأمانات والعهود مراعيا أدق جوانبها ويلتزم بها وليس ذلك سهلا ما هي حقوق الله وحقوق العباد وإذا أراد الإنسان وضع فهرس لها لصار قلقا إننا لا نستطيع أن نؤدي حق عبادة الله ومن حق الله تعالى أن نشكره نظرا إلى منانه تعالى علينا ولا نستطيع أداء حق شكره ولا نستطيع أن نؤدي ومعظم الناس يتمتعون بنعم الله تعالى دون أن يشكروه مع أنه واجب وهذه أيضا منة الله تعالى أنه يكرمنا بنعمه بالرغم من حالتنا وعدم شكرنا ثم إن العهود التي قطعناها مع الله تعالى لا نوفي بها كما لا نؤدي حقوق مخلوقه وحقوق الوالدين وحقوق الجيران وحقوق أبناء السبيل وحقوق المجتمع بصفة عامة مع أننا مأمورون بأدائها فإذا استعرضنا بشكل دقيق تبين لنا أننا لا نؤدي حقوق الله تعالى ولا حقوق العباد كنت طلطت وضع فهرس لحقوق العباد وحقوق خلق الله تعالى التي لا تتضمن إلا الحقوق الكبيرة فصار عددها 28 أو 29 باختصار قال المسيح الموعود عليه السلام أصل الإيمان ومقتضى التقوى أن تؤدوا بدقة العهود التي قطعتموها مع الله تعالى وتؤدوا حق الأمانات وأوفوا بعهودكم مع الخلق أيضا بدقة وتؤدوا لهم أماناتهم باهتمام حينها يمكن القول بأنكم متقون ويقول الله تعالى ويقول الله تعالى قد جاءكم شهر رمضان ووجهتم إلى صيامه لكي تسدوا النقائص التي حدثت في أداء هذه الحقوق خلال أحد عشر شهرا من السنة متوجهين إلى الله تعالى في هذا الشهر وتاركين الأشياء المباحة لوجه الله تعالى ومتحملين الجوع والعطشة لوجه الله تعالى وملتزمين بعبادته تعالى أكثر من ذي قبل ومهتمين بأداء حقوق العباد بوجه خاص وإذا فعلتم ذلك تحليتم بالتقوى وهي الغاية من رمضان والصيام وإذا صام الإنسان بهذه النية لنيل هذا الهدف وقضى رمضان بنية حسنة فلن يكون هذا التغير مؤقتا بل سيكون دائما وستتوجهون إلى أداء حقوق الله تعالى وإلى أداء حق العبادات بشكل دائما ولن تغلبكم أشغال الدنيا ولغوها وستنتبهون عموما إلى أداء حقوق الناس أيضا ولن تكونوا ممن يغتصبون حقوق الآخرين لمصالحهم الشخصية وإذا لم ندخل رمضان بهذه النية وبهذا العزم فدخولنا رمضان عبط لا جدوى منه قال النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا صحيح المخاري كتاب الجهاد والسيار الفترة بين خريفا إلى خريفا آخر هي سنة كاملة وهذا يعني أن الله تعالى يبعد بينه وبين النار ما يوازي سبعين سنة هذه هي بركات رمضان وهذه هي التقوى التي ينشئها صيام لا ينشئ الصيام التقوى لثلاثين يوما فقط بل للصيام الحقيقي ولو ليوم واحد تأثير إلى سبعين سنة وإذا نظرنا بهذا الحساب وبتلك المعاني نجد أنه منذ وجوب الصيام على كل مسلم بارغ الرشدة فإنه يستفيد من الصيام استفادة حقيقية ويصوم مستوعبا الروح الحقيقية لصيام ويستفيد طوال حياته من البركات التي وضعها الله تعالى في الصيام ويتحرى سبل التقوى التي هي الغاية من الصيام وهكذا سينجو من غرب الله تعالى وينال رضاه تصوروا كم سيكون مجتمعنا مجتمعا رائعا لو كان فيه مثل هؤلاء الصائمين الذين يؤدون حقوق الله تعالى وحقوق العباد وهذا هو المجتمع المثالي الذي يتمنى كل مؤمن إن شاءه ليسعى كل إنسان أن ينشئ مجتمعا كهذا أما الحقوق فكل إنسان يريدها لنفسه بغض النظر عن عدم اهتمامه لحقوق الآخرين ولكن الإسلام يقول أنه يجب أن تنشئوا مثل هذا المجتمع للآخرين أيضا ولا تنظروا إلى مصالحكم أنتم فقط ولا تحافظوا على حقوقكم فقط بل عليكم أن تراعوا حقوق الآخرين أيضا وتهتموا بها أما وباء كورونا المتفشي في هذه الأيام فإنه قد حصر مضم الناس في بيوتهم بقوة القانون وهنا نشأ شيء جميل في الجماعة وتوجه إلى ذلك بعض الناس الآخرين أيضا ولكن الجماعتنا توجهت إلى ذلك بشكل خاص وهو أن خدام الأحمدية في جميع بلدان العالم يوصلون المساعدات والطعام والأدوية والأشياء الأخرى إلى الناس حيثما دعت الحاجة وهذا هو النموذج الأمثل لأذاء الحقوق والذي يستفيد منه أفراد الجماعة كما يستفيد منه الآخرون أيضا ويتأثرون به هذا هو التوجه أعني التوجه إلى خدمة الخلق والذي قد تولد في هذه الأيام فإنه يجب أن يبقى فينا دائما وليس بشكل طارئ وعابر فقط على كل حال هناك فوائد أخرى لهذا الحجر المنزلي ويكتب الإخوة أن بيوتنا سادها جو طيب لقد جلسنا في البيوت منعزلين وصرنا نؤدي الصلوات في جماعة وتلقى بعدها درس دينية قصيرة ونستمع معا لخطب الجمعة ونشاهد برامج أخرى على قناة MTA لو طال هذا الحجر المنزلي أكثر واستمر في رمضان أيضا ففي هذه الحالة يجب على أبناء الجماعة أن يسعوا لأداء الصلوات جماعة وإلقاء الدروس في البيوت باهتمام أكثر من دي قبل علموا الصغار مسائل دينية بسيطة وكما قلت من قبل في إحدى الخطب أنكم يجب أن تزيدوا على هذا النحو علمكم وعلم الأولاد أيضا وأن تهتموا بالدعاء خاصة وسألوا الله تعالى رحمته لكم ولسائر أهل الدنيا هذه الأيام التي هيأها الله لنا ينبغي اغتنامها إلى أقصى الحدود وكما قلت من قبل يجب الاهتمام بتحسين هذا الجو الطيب الذي خلقه هذا الوباء في بيوتنا عموما وليس أن تكون بيوتنا كبيوت أهل الدنيا التي يقال عنها أن حالات الخصام والفساد والقلق والإضطراب قد تفعت فيها في هذه الأيام بصفة عامة كلا بل يجب أن تتحسن أجواؤنا في هذا المناخ الطيب بسبب الخير الذي ندعى إليه أحيانا لا يكون الرجال جزءا فعالا من هذا الجو الدني الذي بدأ يتولد في البيوت وفي بعض الأحيان تكون للنساء أيضا أولويات أخرى إن هؤلاء لا يدركون مطلقا مدى ضرورة الإنابة إلى الله تعالى وكسب رضاه في هذه الأيام كما لا يعلمون أن هذا هو الوقت الذي يمكن فيه تقريب الأولاد إلى الله تعالى أكثر فأكثر فهناك حاجة ماسة في هذه الأيام أن يهتم كل بيت أحمدي بهذا الأمر اهتماما كبيرا لكي نجتذب محبة الله أكثر فأكثر وتكون عقبتنا حسنة وفقنا الله تعالى لإدراك حقيقة التقوى وتحلي بها لقد وضح سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام دقائق تقوى بطرق شتى وفي مناسبات مختلفة إن حضرته عليه السلام هو الحصن الحصين والملاذ المنيع في هذا العصر وقد وضح لنا تعاليم الإسلام الحقيقية بعد أن أرشده الله تعالى إليها وحثنا بكل حرقة ولوعة على الدخول في هذا الملاذ بعد أن دلنا على السبيل الذي دعا الله تعالى ورسوله إليه فمن واجبنا الوفاء بأهدنا الذي عهدناه عليه عند انضمامنا إلى جماعته وهو بأننا سنصغي إلى كلامه ونعمل به علينا أن نتدبر في كلماته المليئة بالحرقة والألم ونعمل بها لكي نتمكن من الوفاء بعهدنا ولنكون من الذين لهم العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة سوف أقرأ على مسامعكم الآن مقتبسات من كلمات سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام التي ألقاها أمام أبناء الجماعة في مختلف المجالس من أجل رقينا في الروحانية والتقوى لقد قال عليه السلام في مجلس وهو يبين ما هي تتقوى وكيف تنال لابد للمرء أن يدرك أولا ما هي التقوى وكيف تنال المراد من التقوى أن يشنب المرء حتى أذنى أنواع الرجل والسبيل لذلك هو أن يتخذ التدبير بصورة كاملة لكي لا يقترب من حافة الإثم ثم يجب أن لا يكتفي بالتدبير بل عليه أن يدعو الله تعالى حق الدعاء حتى يدوب حرقة عليه أن يكون دائما التفكير والدعاء في قعوده وسجوده وركوعه وقيامه وفي صلاة التهجد وفي كل حالة وآن أن ينجه الله تعالى من خبث المعصية ثم يقول عليه السلام ليس هناك نعمة أكبر من أن يصبح الإنسان محفظا ومعصوما من الإثم والمعصية وأن يعدى من المتقين والصادقين عند الله تعالى ثم يقول عليه السلام ولكن هذه النعمة لا تنال بالتدبير وحده ولا بالدعاء وحده وإنما تنال نتيجة الاتحاد الكامل بين الدعاء والتدبير أي ما لم تقوم بالتدبير والدعاء معا بصورة كاملة لن تنال هذه النعمة إن الذي يدعو فقط ولا يتخذ التدبير فإنه يرتكب الإثم ويختبر الله تعالى كذلك من اتخذ التدبير فقط ولم يقم بالدعاء فإنه متجسر وكأنه يستغني عن الله تعالى ويريد أن ينال البر بأسلوبه وبتدبيره وقوة يده إن الخيرات لا تنال بقوة اليد ثم قال عليه السلام أما المؤمن والمسلم الصادق فدأبه اتخاذ التدبير والدعاء معا إنه يتخذ التدبير بشكل كامل ويأخذ بالأسباب المادية كما ينبغي ثم يفوض الأمر إلى الله تعالى ويدعوه وهذا هو تعليم الذي علمناه في أول سورة في القرآن الكريم في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إن الذي لا يستعمل قواه فإنه لا يضيعها وينتهك حرمتها فقط بل يرتكب الإثم أيضا ثم فصل المسيح الموعود عليه السلام الأمر وقال إن المؤمن الصادق يستعمل كل ما أعطاه الله تعالى من قوى وكفاءات استعمالا كاملا ثم يفوض النتيجة إلى الله تعالى قائلا ربي ها قد بذلت أقصى جهدي بحسب ما آتيتني من توفيق هذا هو المراد من قوله تعالى إياك نعبد ثم يقول المؤمن وإياك نستعين ويطلب عونه فيما تلقى من المراحل ولكن يجب أن نضع في الحسبان دوما أن الله تعالى يعلم بما في صدورنا وبجميع أعمالنا لذا على المرء أن يبذل أقصى ما في وسعه وتوفيقه ثم بعدها يمكنه أن يستعين بالله تعالى لذا فهناك حاجة ماسة لفحص أنفسنا جيدا بهذا الصدد أيضا لنرى ما إذا كنا نعمل بتقوى الله أم لا ثم قال عليه السلام لا شك أن الإنسان ينتفع من التدبير ولكن الاعتماد الكلية على التدبير هو منتهى الغباء والجهالة لا جدوى من التدبير إذا لم يكن مقرونا بالدعاء ولا فائدة من الدعاء ما لم يكن معه التدبير لا بد أولا من إغلاق النافذة التي تدخل منها المعصية أي المنفذ الذي يدخل منه الإثم والأمر الذي يتسبب في الذنب والمعصية والابتعاد عن الدين فلا بد من إغلاقه وإزالته أولا ثم على المرء ألا يبرح في الدعاء للنجاة من جذبات النفس ومن أجل ذلك قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا ثم قال عليه السلام كم حثن الله تعالى هنا على اتخاذ التدبير لكن على المرء أن لا ينسى الله تعالى عند اتخاذ التدبير أيضا ومن جانب آخر قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم فإذا أراد الإنسان الحصول على تقوى الكاملة فعليه اللجوء إلى التدبير والدعاء كما ينبغي وعندها سوف يشمله الله تعالى برحمته ولكنه لو اتخذ أحدهما دون الآخر فسوف يظل محروما ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام شارحا الموضوع أكثر الإنسان يتمسك بالتقوى نتيجة المجاهدة والدعاء إن تقوى الله أصل كل عمل فيقول عليه السلام أن الإنسان يثبت على تقوى بهذه الطريقة فما هي تلك الطريقة يا ترى ألا إنها المجاهدة والدعاء وإن تقوى الله أصل كل عمل من كان محروما من التقوى فهو فاسق بالتقوى تنشأ الزينة في الأعمال وبسببها ينال المرء قرب الله تعالى وبواسطتها يصبح وليا لله تعالى يقول عز وجل إن أولياؤه إلا المتقون ويقول المسيح الموعود عليه السلام موضحا هذه الآية التقوى وحدها جزء من الولاية فقدوا حياتكم خائفين خاشعين لله تعالى فلو نلتم هذه الدرجة لوصلتم إلى الكمال عندما لا تبقى مرحلة للتقوى الكاملة إلا وقد عبرها المرء فإنه حينها يدخل في أولياء الله تعالى والتقوى في مرتبتها الكاملة نوعا من الموت نعم التقوى في مرحلتها الكاملة تمثل موتا لأنك عندما تخالف النفس من جميع الجوانب تموت النفس لذلك قيل موت قبل أن تموت النفس تحب الملذات الظاهرية وتكون غافلة تماما عن المتعة البطنية أي أن النفس لا تدرك المتعة الرحانية والبطنية بل تميل إلى مغريات الدنيا الظاهرية وترغب فيها وحدها يقول عليه السلام لقد قال الله تعالى لتنبيه النفس أنه من الضروري أن يحل الموت على الملذات الظاهرية وأن تكون النفس على علم بالمتع الباطنية عندها ستنشأ المتعة الربانية التي هي نموذج حياة الجنة عندما تبدأ النفس بالعثور على المتعة الباطنية تبدأ حياة الجنة ثم قال حضرته عليه السلام ناصحا جماعته يجب على أفراد جماعتنا أن يوردوا الموت على النفس هذه نصيحة ليست موجهة إلى أولياء الله أو الصلحاء الكبار فقط بل هي موجهة إلى عامة أفراد الجماعة أيضا فلا يظننا أحد أن الإنسان بحاجة إلى الوصول إلى مكانة معينة قبل تحقيق هذا الهدف بل قدم عليه السلام هذه نصيحة لأفراد الجماعة بوجه عام فقال يجب على أفراد جماعتنا أن يوردوا موتا على النفس ويجاهدوا أولا للحصول على التقوى كما أن الأولاد الصغار عندما يتعلمون الكتابة بخط جميل يكتبون حروفا معوجة في البداية ثم يشرعون بعد التدريب في كتابة الحروف بشكل سليم وصحيح كذلك يجب على أفراد الجماعة أن يتدربوا عندما يرى الله تعالى جهدهم سيرحمهم تلقائيا ثم يقول عليه السلام شارحا قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا المراد من المجاهدة أن يستمر المرء في التدريب والجهد والدعاء من الله تعالى عندها يرحمه الله تعالى ويثمر مساعيه كذلك المراد من المجاهدة هنا التمرين مثل ما يقوم به الطفل فيجب عليه أن يدعو من ناحية ومن ناحية ثانية يجب أن يقوم بالمجاهدة على أكمل وجه فينزل فضل الله تعالى في نهاية المطاف ويخمد حماس النفسي وتبرد ثورتها وتصبح في حالة كأن ماء قد صب على النار ولكن كثيرا من الناس مبتلون بالنفس الأمارة ثم قال حضرته عليه السلام عن إصلاح الجماعة الداخلي أرى أن النزاعات تحدث أحيانا بين أفراد الجماعة وتحدث أنواع الشجار والبعد ويهاجم أحد عرض غيره نتيجة نزاع بسيط بل وينشأ بينهما خصام كبير هذا تصرف غير لائق تماما ويجب ألا يحدث ما الضير إذا اعترف أحد بخطأه هناك بعض من الذين لا يرتدعون عن ملاحقة الآخرين وتذليلهم لأتفى الأسباب فهذه تصرفات يجب اجتنابها إن من صفات الله تعالى السطار أيضا فلماذا لا يرحم المرء أخاه ولا يعف عنه ولا يسره يجب على المرء أن يسر أخاه ولا يهتك عرضه ما زال في جماعتنا أناس إذا سمعوا شيئا بسيطا يخالف طبعهم ثاروا فورا بينما لا بد من إخماد الثورة ليحل محلها الحلم والتسامح يلاحظ أنه حينما يبدأ نقاش حاد بين اثنين على أتفاه الأمور يسعى فريق ليتغلب على الفريق الآخر وينتصر عليه بأي شكل لذلك فإنه يجب اجتناب ثورة النفس في مثل هذه المناسبات بل يجب أن يختار المرء الذلة لنفسه قصدا لإزالة الفساد في أمور بسيطة وأن لا يحاول تذلل أخيه عند المواجهة إن أصل الرعونة الكبيرة والمرضى أن يمسك المرء بخطأ أخيه ويشيعه أي إن محاولة المرء للانتصار على أخيه إنما هي أصل الرعونة فقد ذكر عليه السلام أولا أصل الرعونة وهو أن يتمسك المرء بخطأ أخيه ويشهر به ثم وضح الموضوع أكثر وقال أن محاولة المرء للانتصار على أخيه أصل الرعونة فقال أن الرعونة ترغب الإنسان في إشهار عيوب أخيه يتابع حضرته ويقول إن النفس تفسد بسبب هذه التصرفات فلابد من اجتنابها باختصار كل هذه الأمور تدخل في تقوى والذي يسلك دروب تقوى في الأمور الظاهرية والباطنية يصنف مع الملائكة لأنه لا يبقى فيه شيء من التمرد فحاولوا أن تنالوا التقوى لأن البركات كلها تأتي بعد التحلي بالتقوى وينقذ المتقي من بلاي الدنيا ويسره الله تعالى ولا يجني أحد فائدة ما لم يسلك هذا المسلك ومن لم يفعل ذلك لا يستفيد من بيعته لشيئا اعلموا أن إقرار البيعة باللسان فقط ليس بشيء بل الله تعالى يريد التزكية إذا بقيت فيكم الرعونة والكبر والعجب وسرعة الغضب كما هي في الآخرين فما الفرق بينكم وبين غيركم وقد وضح المسيح الموعود هذا الموضوع على النحو التالي أيضا فقال أحدثوا تغيرا في نفوسكم وأحرزوا مستوى عاليا من الأخلاق إذا كان هناك شخص سعيد واحد في القرية سيتأثر الناس كلهم بكراماته أي لو كان هناك شخص صالح وسعيد الفطرة وينفع الناس ويتحكم في عواطفه وكان متواضعا لتأثر الناس من كراماته وهذه أيضا وسيلة لتبليغ الدعوة الصالح الذي يكسب الحسنات بخشية الله تعالى وينشأ فيه نوعا من الرعب ويؤثر في القلوب ويبدو جليا أنه من أهل الله يتابع حضرته عليه السلام مهما ناصبه الناس عداوة سيصبحون تابعين له تلقائيا رويدا رويدا ويبدأون بتعظيمه بدلا من تحقير شأنه يقول حضرته عليه السلام من الصدق والحق تماما أن الذي يأتي من الله تعالى فإن الله يرزقه نصيبا من عظمته وهذا هو طريق السعادة فتذكروا أنه لا يجوز إزعاج الإخوة وإيذاؤهم على أبسط أمور إن النبي صلى الله عليه وسلم متمم جميع الأخلاق وفي هذا الزمن أقام الله عز وجل النموذج الأخير لأخلاقه صلى الله عليه وسلم فسيكون من المؤسف جدا ومدعاة للشقاوة إن بقيت الوحشية نفسها قائمة الآن أيضا فلا تتهم الآخرين بالعيوب لأن الإنسان أحيانا يتورط في العيب نفسه الذي يكون قد اتهم غيره به إن لم يكن ذلك العيب فيه فقد اتهمته ظلما وبالتالي ستتورط فيه بنفسك ولكن إذا كان فيه حقيقة ما تتهمه به وإذا كان فعلا مصابا بذلك العيب فأمره إلى الله تعالى مع كل ذلك لستم بحاجة إلى اتهامه بل إن كانت فيه تلك السيئة فاتركوا أمره إلى الله تعالى ولكن احذروا أنه إن لم يكن فيه ذلك العيب ومع ذلك تتهمه به فمن الممكن جدا أن تكون أنت عرضة له ثم قال عليه السلام من عادة الكثيرين أنهم يلسقون تهما باطلة شنيعة بإخوتهم دون أي تردد فاجتنبوا هذه الأمور وانفعوا بني البشر وواسوا إخوتكم أحسنوا إلى الجيران وعاشروا أزواجكم بخير واجتنبوا الشركة قبل كل شيء فإنه اللبنة الأساسية لبناء التقوى ثم يقول عليه السلام التقوى تعني أن يجتنب المرء طرق الدقيقة للسيئة لكن اعلموا أن التقوى لا تنحصر في أن يعد المرء نفسه صالحا لأنه لا يسرق ولا ينهب ولا يغصب مال أحد ولا يسيء النظر ولا يزني فإن مثل هذه الحسنة مدعاة للضحك في نظر العارف بالله لأنه إذا ارتكب أحد هذه السيئات وسرق أو قطع الطريقة أو زن لواجها العقوبة فليست لهذه الحسنة مكانة تذكر في نظر العارف بالله وإنما البر الحقيقي هو أن يخدم المرء الإنسانية ويظهر كامل صدق والوفاء في سبيل الله ويستعد للجود بحياته أيضا في سبيل الله تعالى ولذلك قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي أن الله تعالى مع الذين يكسبون الحسنات أيضا إلى جانب اجتنابهم السيئات أي أن الله تعالى مع أولئك الذين يجتنبون ارتكاب السيئات وإضافة إلى ذلك يكسبون الحسنات أيضا تذكروا جيدا أن مجرد اجتناب السيئة ليس أمرا محمودا ما لم يحرز المرء الحسنات أيضا ثم يقول حضرته عليه السلام اعلموا يقينا أن أساس كل طهارة وبر هو الإيمان بالله تعالى فبقدر ما كان إيمان المرء بالله ضعيفا سبب ضعفا وتكاسلا في أعماله الصالحة ولكن إذا كان إيمانه قويا بالله تعالى كانت أعماله أيضا حسنا وكلما كان إيمان المرء قويا وكلما كان يقينه كاملا بجميع صفات الله تعالى أدى إلى حدوث تغير غريبا في أعماله فلا يمكن أن يجرؤ المؤمن الحقيقي بالله تعالى على ارتكاب الإثم لأن مثل هذا الإيمان يقطع قواه النفسانية وأعضاء الذنب أيضا فانظروا إذا أخرجت عينا أحدا فأنا له أن ينظر نظرة السوء وكيف يصدر منه ذنب ترتكبه العيون وكذلك لو بطرت يداه فكيف يقدر على ارتكاب الذنوب التي تصدر من هذه الأعضاء وهكذا يحدث تماما حين يكون الإنسان حائزا على النفس المطمئنة فإنها تعميه ولا تبقى في عيونه قوة لارتكاب الذنب فهو ينظر ولا ينظر أي إنه ينظر ولكنه لا ينظر بنظرة السوء ولا بنظرة لارتكاب الإثم لأنها تسلب من عينيه القدرة على ارتكاب الذنب وكذلك يكون أصمى مع وجود الأذنين لأنه لا يسمع بهما أمورا غير لائقة ولا يسمع أمورا تعد من الذنوب كذلك تقطع جميع قواه النفسانية والشهوانية وأعضاؤه داخلية ويحل الموت على جميع القوى التي كان بالإمكان أن تصدر منها ذنوب ويصبح كالميت تماما ويكون تابعا لمرضات الله فقط ولا يستطيع أن يخطو خطوة واحدة بدون رضا الله تعالى إنه الإيمان الصادق بالله تعالى الذي ولد مثل هذه الحالة ونتيجة لذلك يعطى للمرء إطمئنان كامل ويجب أن يكون بلوغ هذا المقام هو الغاية المنشودة للإنسان ثم قال حضرته عليه السلام ناصحا جماعته وإن جماعتنا بحاجة إلى مثل هذا الإطمئنان ولكن للحصول على الإطمئنان الكامل هناك حاجة ملحة للإيمان الكامل إن الواجب الأول على أبناء جماعتنا هو أن يحرزوا الإيمان الصادق بالله تعالى ثم قال حضرته عليه السلام لا أحد يقدر على أن يتزكى ما لم يزكه الله تعالى فعندما ستسقط روحه على عتبة الله بالتذلل والتواضع فسوف يتقبل الله دعاءه ويصبح من المتقين وسيكون جذيرا بأن يقهى دين النبي صلى الله عليه وسلم وبدون ذلك فإن ترديده كلمات الدين وقيامه بالعبادة وغيرها ليس إلا عادة وتقيد الآباء أي يقوم بذلك لأن آباءه وأجداده كانوا يفعلون ذلك دون أن تكون فيه أي روحانية ولا حقيقة هذا هو المستوى المطلوب من التقوى والتفقه في الدين والعمل بتعاليمه الذي نبهنا إليه المسيح الموعود عليه السلام وعلينا أن نسعى جاهدين بأعمالنا خاضعين أمام الله تعالى ومستعينين به ليوفقنا الله تعالى لتحقيق هذه المستويات وتحقيق آمال المسيح الموعود عليه السلام وإنها التقوى نفسها هي التي توفق المرأة ليستخدم الرخصة في صيام المذكورة في الآيات التالية بشكل صحيح لأن الله تعالى ترك الأمر وفق حالة كل إنسان ولكن بشرط مراعاة التقوى فإن كان أحد مريضا بمرض لا يقوى معه على الصوم أو منعه الطبيب من الصوم فعليه الفدية ولكن لا يجوز أن يبحث أحد عن حيل تجيز له أداء الفدية بدلا من الصوم فقد قال تعالى بأنه لا بد أن يراعي الإنسان التقوى عند كسب حسنة من الحسنات وأن يكون طائعا لله تعالى وملتزما بالأمور التي أمر الله تعالى للقيام بها فإن تعمق أحد في الموضوع مراعيا التقوى ومحاسبا نفسه فسيدرك حقا ما إذا كان الصوم خيرا له أم تحل محله الفدية بشكل مؤقت ثم وضح الله تعالى الأمر لاحقا حيث قال من كان منكم مريضا أو على سفر فعليه ألا يصوم لأن الله تعالى لا يريد بكم العسر ولكن عليكم أن تكملوا عدة الصيام التي تكتموها عند زوال المرض وانتهاء السفر حتى ولو أديتم عنها الفدية أيضا على أي حال يعود الأمر في النهاية إلى النقطة نفسها وهي أنه علينا اتخاذ القرار مراعين التقوى خاشعين لله تعالى ومدركين أن الله تعالى يعرف حقيقة حالتنا إن فعلتم ذلك فإن الله تعالى يجعل من أمركم يسرا ويظهر لأعمالكم نتائج فضلا يقول المسيح الموعود عليه السلام من ساعد قلبه بحلول رمضان وكان ينتظر ليحل رمضان فيصومه ولكنه لم يقدر على ذلك بسبب مرض أصابه لن يعد محرما من الصوم في السماء إن كثيرا من الناس في الدنيا يلجأون إلى الأعذار ويزعمون أنهم يخادعون الله أيضا كما يخادعون أهل الدنيا أي يزعمون أنه يمكن خداع الله أيضا كما يخدعون أهل الدنيا الباحثون عن الأعذار ينحتون المسألة من عند أنفسهم ويضيفون إليها تكلفات ويعدون تلك الوسائل الصحيحة يقولون حدث كذا وكذا ويعتقدون أنهم وجدوا التبرير للإفطار ولكنها ليست صحيحة عند الله تعالى إن باب التكلفات واسع جدا أي أن العذر يولد أعذارا أخرى إذا أراد الإنسان العمل بناء على التكلف فيمكن أن يصلي جالسا طوال حياته ولا يصوم أبدا ولكن الله تعالى يعلم نيته وإرادته فالله عالم الغيب وهو مطلع على سريرتنا وهو أعلم بنياتنا وإرادتنا فالله تعالى يتعامل مع المرء بحسب الصدق والإخلاص الذي يكنه في قلبه أما الذي يلجأ إلى الأعذار فسوف يعامل بحسبها لأن الله عليم فالذي يكن صدق والإخلاص يعلم الله أن في قلبه ألما فيزيده ثوابا لأن ألم القلب جدير بالتقدير أما الباحث عن الأعذار فلا يكون في قلبه أي ألم وحرق إن الباحثين عن الأعذار يعتمدون على التأويلات ولكن هذا الاعتماد لا يعني عند الله شيئا فهذا هو المبدأ الذي يجب أن نضعه في البال دوما فقد وضح له تعالى أنه لا حرج على المسافر والمريض فليكمل العدة فيما بعد لكن سيدنا المسيح المعود عليه السلام قال أيضا أنا على المرء أن يعطي الفدية أيضا حتما في هذه الحالة لأنه ببركتها سيوفقه للصيام في هذه الأيام يسأل الناس أنه بسبب الصيام سيجف الحلق ويزداد الاحتمال بالإصابة بالفيروس فهل يصومون أم لا فأنا عادة لا أحكم ولا أفتي في ذلك وإنما أكتب في الرد عموما اتخذوا القرار بأنفسكم بحسب أوضاعكم واستفتوا قلوبكم بصدق القلب والتقوى فمن هدي القرآن الكريم الواضح أن على المريض أن لا يصوم أما أن يفتر الإنسان خوفا من أن يصاب فهذا باطل كما قال سيدنا المسيح المعود عليه السلام أن في هذه الحالة يولد العذر عذرا آخر والحيلة تخلق حيلة أخرى إذا قال أحدهم أن الأطباء يقولون أن هناك احتمالا لهذه المشكلة فقد طلبت الرأي من شتى الأطباء المختصين فآراء الأطباء أيضا متباينة فقد كتب الأطباء المهاتو أنه ليس من المؤكد أن صيام يتسبب في المرض حتما إلا أنه إذا ضهت العلامات مثل السعال أو الحمى حتى لو كانت خفيفة أو لاحظتم أي علامة أخرى فلا تصوموا وإذا كنتم صائمين فأفطروا أما الأطباء الذين يميلون إلى الإفطار أو يقدمون الشروط التي تؤدي في نهاية المطاف إلى أنه من الأفضل أن لا تصوموا فرأيهم أيضا غير واضح فهم يحذرون من ناحية ومن ناحية يقولون أنه يمكن أن يصوم المرء مراعيا الطعام المناسب لكن لأي حد يستطيع الفقراء أن يراعوا الطعام المناسب على كل حال فبعد الاطلاع على آراء مختلفة نتوصل إلى الاعتقاد أنه لا حرج في الصيام أما إذا كان هناك شبهة خفيفة للإصابة فينبغي الإفطار فورا ويرى البعض أن البيت الذي فيه أي مريض فعلى الأصحاء فيه أيضا أن لا يصوموا بينما يقول أطباء آخرون أنه لا جواز لذلك باختصار ينبغي شرب الماء عند السحور والإفطار والذين يخافون على أنفسهم فعليهم أن يتناول الطعام الذي يحفظ الماء في الجسم مدة أطول إذا كانوا يطيقون باختصار ما دامت آراء الأطباء من أمريكا وألمانيا وبريطانيا أيضا تباينة فيجب أن نحذر من أن نفطر بناء عليها ونعدى من الذين قال المسيح الموعود عليه السلام عنهم أنهم يعتمدون على التأويلات غير أن الحذر لازم فالبعض يكون احتياجهم إلى الماء قليلا أصلا فهم عادة قل ما يشربون وهم يصومون أيضا فكان هناك رجل صالح اسمه شودري نذير أحمد وكان يتجول طول اليوم هنا وهناك في الصيف وكان يشرب قليلا أو ما كان يشرب أما نحن فكنا نندفع إلى الماء فور دخول البيت فسألته عدة مرات عن ذلك فكان يقول إن احتياجي إلى الماء قليل فالطباع مختلفة وفي هذه الأوضاع يجب أن يقرر كل إنسان بحسب طبعه مستفتيا ضميرا أدعو الله تعالى أن يوفقكم للصيام وأكثر الدعاء في هذه الأيام عموما أن يهب الله تعالى للناس عقلا ليعرفوه وأن يرفع هذا البلاء عن العالم عاجلا ويرحمهم وأن يوفقنا نحن الأحمديين أيضا لأن نؤدي حقوقه وحقوق عباده سالكين على دروب التقوى ونستفيد من بركات رمضان كاملة تذكروا أيضا أن أوضاع الاقتصاد في العالم قد تدهورت جدا بسبب الوباء فحين يحدث التدهور الاقتصادي كما في هذه الأيام يزداد احتمال الحروب أيضا فقد بدأ كثير من المحللين يتكلمون عن ذلك ثم إن الحكومات المادية تبحث عن الحلول لمشاكلها والوسائل لنيل مصالحها بالحيل المادية فالحكام يقومون لصرف انتباه الشعب عن المشاكل بتصرفات تقودهم إلى مشاكل أكثر فيتقدمون إلى دمار أكبر فكما قلت قد بدأ المحللون أيضا يتحدثون عن هذا نسأل الله تعالى أن يهب العقل والحكمة للقوى الكبرى فتعمل بالعقل ولا تخطو أي خطوة تجر العالم إلى مزيد من الفتن والدمار فهذه الأمور الآن تتداول في الجرائد علنا والمحللون أيضا يتكلمون عن ذلك فقد هددت أمريكا إيران كما تتهم الصين بأنها لم تقدم معلومات صحيحة ومن ثم يجب أن ترفع ضدها قضايا ويجب أن تعامل بكذا وأننا سنتصرف بكذا وكذا مع إيران باختصار يجب أن تتعاقل الحكومة الأمريكية والحكومات الأخرى أيضا وفي هذه الأوضاع بدلا من أن تسوق العالم إلى مزيد من الدمار باتخاذ خطوة خاطئة عليهم أن يخططوا بتفكير رسين راجعين إلى الله منيبين إليه ومستعينين به وليدعو الله لاتقاء هذا الوباء ويعين العلماء الذين يسعون للوصول إلى علاج هذا المرض وفقنا الله تعالى لأن ندعو وأن نحسن حالتنا الروحانية وأن يوفق العالم والحكومات الكبرى أن تتخذ القرارات وخطة عمل للمستقبل بالعقل والحكمة آمين وعن تحسن حسنها وعن تحسن حسن لأن ندعو وإن تحسن حسن وعمل للمستقبل بالعقل والحكمة ونحسن حسن للإعطاء أن نحسن الحسن لدينا لحظة لأن نحسن المستقبل بالعقل والحكمة اللہ تعالیٰ وبا کو دنیا سے جلد ختم کرے دنیا پر رحم فرمائے اور ہم بھی احمدی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کا تقویٰ پر چلتے ہوئے حق ادا کرنے والے ہوں اور رمضان کی ورکات سے بطور فائدہ اٹھانے والے ہوں یہ بھی یاد رکھیں جو آج کے دنیا کے حالات ہو رہے ہیں جب ایسی جس طرح کی وجہ سے معاشی حالات دی انتہائی خراب ہو چکے ہیں دنیا کے جب ایسی معاشی حالات آتے ہیں جیسے آج کے لئے ہیں تو پھر جنگوں کے امتان بڑھ جاتے ہیں بہت سے تجیلنگار اس طرف کی اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں اور پھر دنیا دار حکومتیں اپنے مفادات مفادات کے حل تلاش کرنے کے لئے دنیاوی ہیلوں سے اس کے حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو بٹانے کے لئے اپنے عوام کی اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو پھر مزید مشکلات میں ان کو ڈالنے والی ہو گئے پھر مزید تباہی میں یہ لوگ چلے جاتے ہیں اور جیسے کہ میں نے کہا تفسرہ کرنے والے بھی اس رنگ میں بھی کرنے لگ گئے ہیں بس اللہ تعالیٰ بڑی طاقتوں کو بھی عقل دے کہ وہ بھی عقل سے کام لیں اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے دنیا میں مزید فساد پیدا ہو اور مزید تباہی آئے دنیا میں اب تو کھلے دور پر اخوار میں بھی آنے لگ گیا تفسرہ نگار بھی کرنے لگ گئے امریکہ نے ایران کو دھنکی دی چین پر ازام لگایا جا رہے ہیں کہ اس نے صحیح اطلاع نہیں دی اس کے مقتلے ہونے چاہیے اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے ہم یہ کر دیں گے تو بارحل امریکہ کی اقومت کو بھی عقل کرنی چاہیے باقی اقومتوں کو بھی عقل کرنی چاہیے اور ان حالات میں بجائے اس کے کہ کوئی غلط قدم اٹھا کر دنیا کو مزید تباہی کی طرف دیکھے جائیں صحیح سوچ کے ساتھ صحیح پلاننگ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف جھکتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس ووا سے بچنے کے لیے دعائیں کریں اور کوشی کریں اور اس مماری کے علاج کے لیے بھی جو سائنس دان کوشی کر رہے ہیں ان کی مدد کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی توفیق دے اپنی حالتوں کو بہتر کرنے کی توفیق دے اور دنیا کو دنیاوی بڑی حکومتوں کو عقل سے اپنی پولیسیاں بنانے اور آئندہ کے لاحی عمل بنانے کی توفیق اطلاع فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر